اكد محمد بن شعبون وزير الاقتصاد والمالية واصلاح الادارة في جلسة عمومية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء انه تم الى حدود اليوم منح المساعدات المالية لفائدة 4 ملايين اسرى من اصل 4.3 مليون اسرى مستحقة للدعم مشيرا الى ان نسبة الاسر التي توصلت بالمساعدات المالية في العالم القروي بلغت حوالي 37% وقد بلغت نسبة الاسر التي توصلت بالمساعدات المالية في العالم القروي حوالي 37% من المجموع وقد خصص لهذه المساعدات غلاف مالي بلغ 4.2 مليار درهم من صندوق تدبير جائحة كورونا المحدث بتعليماتها ملكية سامية وقد انطلقت المرحلة الثانية للدعم للدعم المباشر للأسر العاملة بالقطاع غير المهيكل يوم الخميس 14 مايو 2020 اعتمادا على التصريحات التي سبق تسجيلها وأخدا بعين الاعتبار عمليات التدقيق التي قامت بها الإدارة وقد تم إلى حدود هذا اليوم منح المساعدات المالية لفائدة مليون أسرى برسم هذه المرحلة الثانية وأشار بن شعبون إلى تخصيص ركن خاص ببوابة تضامن كوفيد لتلقي شكاية المواطنين العاملين في القطاع غير المهيكل انطلاقا من بعد غد الخميس من جانب آخر طلب فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين في شخص رئيسه نبيل شيخي بتوسيع دعم الفئات الهشة وحماية القدرة الشرائية للمواطنين سيد الوزير ينبغي أن ننتبه أنه خلال المرحلة المقبلة من الأمور الأساسية التي ينبغي انتباهه إلى هي القدرة الشرائية المواطنين وبالتالي ندعوكم إلى تعزيز مختلف الإجراءات التي شرعتم فيها ندعوكم إلى تعزيزها من أجل المحافظة على مستويات التدخم في المستويات المطلوبة التي لا تؤثر على غلاء الأسعار والتي لا تمس بالقدرة الشرائية للمواطنين كما أكد شيخي أن المدخل الطبيعي لمعالجة مختلف الإشكالات والتحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني في ظل الوضعية الوبائية التي تشهدها المملكة هو وضع مشروع قانون مالي تعديلي يرتكز على محددين أساسيين الدعم الاجتماعي وإنقاذ النسيج المقاولة في المملكة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر